تتواصل جهود فتح الطرقات بإقليم الزلال من أجل تسهيل عملية تنقل مواطنين وضبان سيابية الحركة بعدد من المحاول الرئيسية وقد عرفت المنطقة في الأونة الأخيرة تساقطات ثلجية قياسية أدت إلى قطع عدد من الطرق ما استدعى تضافر جهود الفاعلين وأيضا تسخير الآليات لإزالة الثلوج ينضم إلينا مباشرة من جماعة زاوية أحنصال الزميل عبد المولى بوخريس موفات قناة ميدي أن تيفي أهلا بك عبد المولى مرحبا أهلا وسهلا عبد المولى كيف هي الأجواء الآن في المنطقة وكيف هي جهود فتح الطرقات بهذه المنطقة نعم كما تلاحظون خلفي السلوج ما زالت تكسو معظم قمم الجبال هنا نتواجد بتراب الجماعة الترابية لزاوية أحنصال على ارتفاع يتجاوز 2200 متر المنطقة في الآونة الأخيرة عرفت تساقطان ثلجية استثنائية في ضرف 48 ساعة فقط تجاوز ارتفاع السلوج المترين ونصف في بعض المناطق حيث نتواجد بلغ علو السلوج مترا واحدا في مواجهة هذه الظروف المناخية الاستثنائية تم تجهيز مجموعة من الآليات وصل عددها إلى 60 وتوزيعها على مختلف المراكز القروية بعمالة بتراب العمالة التي يمتد على أزيد من 10 ألاف كيلومتر مربع 90% من هذه التضاريس هي عبارة عن مرتفعات جبلية ما يجعلها عرضة للتساقطات الثلجية فبالتالي كان يتطلب الأمر تدخلا مستعجلا من أجل إعادة الانسيابية والحركة إلى مختلف المراكز الطرقية التي تربط الجماعات الـ 44 للإقليم 25 منها معنية بتساقطات الثلجية وأيضا ضمان الانسيابية والحركة ما بين الإقليم وباقي الأقليم المجاورة لتفصيل في طبيعة العمليات والتدخلات التي قامت بها الفرق هنا يسعدنا الصديف عبد الرحمن الصوفي رئيس قسم التجهيز والتعمير والبيئة بعمالة إقليم سيئة الصوفي حدثنا عن طبيعة التدخلات التي قمتم بها والتي لمجابهة هذه التساقطات الثلجية الاستثنائية في ضرف قياسي لم يتجول 48 ساعة نعم سيدي فمنذ توصل اللجنة الإقليمية اللجنة الإقليمية بنشرة الإندارية فتم وضع واحد برنامج ديال التدخل وتم تسخير ما يناهي 60 آلية اللي تابع منها 10 تابع الجهيز 10 تابع المجلسي قليمي ومجمعات الجامعات الأطلس الكابير المتوسط لأزيلال وتسعود تابع الجامعات المعنية وكذلك هناك 26 آلية إضافية تم تعبئة ديالها وكيراء ديالها باش يعني أن تدخلوا في الوقت المناسب وهذه الآليات تم توزيع ديالها على جميع طراب الجامعات المعنية وتموضعها في مراكز باش تكون قريبة الأماكن تدخل ديالها وغير يعني خيط بدأت تساقط التلجية فأول ما نديره كان فتحه الطرق يعني الرئيسية لكي تجيب مقر الإقليم وعاد من بعد كان فتحه المحاور الرئيسية لكي تدخل الإقليم وصيرته لكي تدخل مراكز الجامعات ولكي تدخل أسوأ لاحظنا حضرنا قبل قليل عملية إزاحة التلوج عن المحاور الطرقية الثانوية التي تربط المحاور الطرقية الرئيسة بباقي المداشر طبيعة السكان وتركز السكان هو يتفرق على قمم الجبال ليس هناك تكتف للدواوير فهمية هذه العمليات فك العزلة عن هذه المداشر وهذه المراكز الطرقية بالرغم من صغر ديالها وتأثيرها على الساكنة خاصة في بعض الحالات التي تستدعي تدخلا عاجلا نساء الحوامل أو نقل بعض الحالات المرضية المستعجلة فعلا فملكة تحبس تساقط التلجية كان بدأوا فتح ديال المسالك القروية لكي تدير للدواوير وكان بدأوا المسالك اللي كتدير للدواوير اللي كتعرف ساكنة مهمة وعاد كان بدأوا نفتحوا كما تتشوفوا ده كان نفتحوا على المداشر القروية اللي كتعرف ساكنة قليلة هذه العمليات كتمكن بها شهاد ساكنته ما باشي يخرجوا ويتسوقوا ونسهلوا لهم الولوج للمرافق المرافق الإدارية والمصالح اللي كتهمهم وكذلك يعني واحد القادية اللي يخصني إن شاء الله هو أنه في الوقت وخاكا سبق المحاولة الرئيسية في الأول أن رجال السلطة اللي كي يرأسوا لجال محلية يعني كيتبعوا الحالة ديال الساكنة والوضعية عن قرب يعني لو كانت شي مرة حاملة ولا شي مريض لا قدر الله فكانت تدخلوا في هذي الطريق اللي كتدير ذاك الدوار باش يعني نرافقوا هذك المريض والذي مرة حاملة أقرب مستشفاق سي السوفي أشرتهم إلى أنه بالرغم من توقف تساقطات المطرية تم وضع هذه التجهيزات وهذه الأليات بتوزيعها على أهم المراكز القروية من أجل تدخل المستعجل في حالة تجدد التساقطات التلجية عامل الوقت أهميته في مثل هذا النوع من التدخلات فعمل الوقت فهذا جد مهم فمثلا كما قلت أنه لو قعد شي حالقس كل أليا قربة باش دغياء كان ندخلوه باش تمشي قدام الامبيلانس باش داك المريض نخرجه في أقرب وقت ممكن يعني هذه هي لاش كان نديرهم قرب وكان نديرهم تحت الإمراضية للسيد القيد باش هو اللي كيتحكم فيهم هو اللي كيعرف عن قرب يعني الساكينة والحالة دي الطرق اللي يخصي تدخل فيها اللي كتدي الأسواق ولقعت شي حالة كما قلت شي حالة ما رد يلقدر الله ولا ولا شي مرحامي لأنه كباش نعتقوها والدول الأقرب نعم أشكركم جزيلا شكر سياد رحمن الصوفي وذكر بأنكم رئيس قسم التجهيز والتعمير والبيئة بعملة إقليم أزلال نحن يعني في هذه المكان بالذات في الواحدة زوالا لا تتجاوز درجة الحرارة ست درجات تنحدر هذه الحرارة الدرجة إلى مدون ثلاث درجات في الليل وفي ذروة التساقطات الثلجية وصلت إلى مدوث ناقص 18 بمركز جماعة زاوية أحنصال هي درجة بورودة بشكل كبير تستدعي تدخلات مستعجلة ما يتطلب دائما اليقظة والتدخل السريع من قبل فرق الإنقاذ والتدخل من أجل تسهيل الحياة في هذه الضرفية الصعبة على ساكنة الأقاليم الجبلية هنا بعملة إقليم أزلال إذن شكرا لك الزميل عبد المولى بوخريس على كل هذه التوضيحات وعلى تقريب تقريبك لنا من الأجواء في هذه المناطق وأيضا نشكر ضيفك لحضوركم معنا في هذه النشرة